السلام عليكم معكم علي اهلا وسهلا بكم درسا جديد اذا كنت اول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتابع في هذا الفيديو حديثنا عن الفعل get كما قلنا له العديد من الاستخدامات في اللغة الانجليزية وكلمة شائعة في اللغة الانجليزية الحب يرجع على الجزء الاول من حديثنا عن الفعل get كما نعلم الفعل get له ثلاث اشكال يعني ثلاث تصاريف get بل present المظاهرة get بالpast الماضي gotten بالتصريف الثالث او بشكل الثالث get بالpresent بالمظاهرة البسيط get بالماضي البسيط gotten نستخدمها بالازمنة التامة والمبنية للمجهول الفعل get بمعنى to prepare a mean يعني تحضر وجبة او لتجهز وجبة who's getting the meal من يحضر الوجبة who's بمعنى who is طبعا اسم الاستفهام نسأل فيه عن الفعل the doer of the action الشخص الذي يقوم بالفعل he must go home and get the family their food يعني يجب ان يذهب للمنزل يعني يعود للمنزل and what يحضر للعائلة طعامهم who's getting the meal he must go home and the family their food get بمعنى catch يمسك hit يضرب he was on the run for a month before the police got him كان انذرا يعني شارد او هارب او هربان for لمدة a month شهر before قبل ان تمسكه الشرطة اذا got بمعنى caught للمنزل من catch caught the bullet got hair in the neck got بمعنى hit اصابتها الرصاصة في العنق نحفظ كمة bullet رصاصة ايضا get بمعنى understand يفهم i don't get you يعني انا لا افهمك ممكن تقول i don't understand you او i don't get you he got the message you don't want him to come اذا فهم الرسالة انت لا تريده ان يأتي he got the message you don't want him to come اذا get بمعنى understand get بمعنى confuse بمعنى يربك annoy يقلق what gets me is having to do the same thing all day long يعني ما الذي او الشيء الذي يربكني او ما يربكني ما يقلقني is having to اذا يتوجب عليه to do the same thing انا اقوم بنفس الشيء all day long طوال اليوم what gets me is having to do the same thing all day long اذا get بمعنى confuse annoy ايضا لدينا be getting on يعني يقترب من ايضا تأتي بمعنى يتأخر it must be getting on for midnight انها تقترب يعني الوقت يقترب من منتصف الليل the time is getting on we have to go اذا الوقت يتأخر يجب ان نذهب he is getting on for fifteen اذا هو يقترب من عمر الخمسين اللاحظ is getting on اذا يقترب for fifty يقترب من عمر الخمسين اذا be getting on يقصد بي على حسب الفائد اذا كان i مع توام عدنا he she it نستخدم is we you they نستخدم معاها are اذا بي هي مصدر افعال الكون ايضا get بمعنى can't get over something يعني مصدوم من شيء ما you are shocked اذا مصدوم من شيء ما i can't get over اذا نهتركيب هذا يعني انا مصدوم how rude they were كم كانوا حمقا يعني انا مصدوم من حمقتهم نحفظها can't get over مصدوم من شيء ما ايضا لدينا get there بمعنى ينجز او يكمل يعني to achieve your aim لتنجز هدفك to complete something يعني task واجب وهكذا اذا get there بمعنى ينجز او يكمل he is sure he will get there in the end يعني هو متأكد بانه سوف get there يكمل او ينجز ذلك او الشيء in the end في النهاية او سيحقق هدفه في النهاية اذا get there بمعنى achieve ينجز he is sure he will get there in the end ايضا لدينا getting at بمعنى يسأل بطريقة غاضبة اذا تسأل بطريقة غاضبة i am to blame what exactly are you getting at انا اولام ماذا بالضبط مقترحك يعني ماذا تريد اذا تسأل بطريقة غاضبة what exactly are you getting at ما هو مقترحك ايضا لدينا what has got into person اذا get into بمعنى تسأل عن شخص ما انه تغير او اصبح يتصرف بطريقة او طريقة غريبة what's got انتو احمد ما الذي حدث لي احمد ليتصرف بهذا الطريقة he never used to worry like that لم يعتد ابدا على ان يقلق مثل ذاك he never used he never used to worry like that get across بمعنى يعبر او يفهم فكرة ما to be communicated ليتواصل understood ليفهم يعني get across بمعنى يعبر او يفهم your meaning didn't really get across معناك او حديثك didn't really get across لا يفهم او لم يفهم he isn't very good at getting his ideas across هو ليس جيد جدا في التعبير عن ارائه او بتفهيم ارائه او بايصال ارائه اذا getting across ايصال او افهم your meaning didn't really get across he isn't very good at getting his ideas across ايضا get ahead بمعنى to make progress اذا لتنجز او لتتقدم لتنجز شيء افضل من الاخرين she soon gets ahead of the others in her company يعني قريبا ستنجز او ستتفوق على الاخرين في شركتها she soon gets ahead of the others in her company اذا get ahead بمعنى ينجز او يتفوق على get get along بمعنى to leave a place يعني لتغادر مكان ما get along بمعنى يغادر it's time we're getting along it's time يعني حان الوقت we're getting along لنغادر it's time we're getting along get along بمعنى يغادر get around او get about نفس الشي get around get about بمعنى يتحرك من مكان لمكان he gets around with the help of his son يتحرك with be مساعدة ابنه او ممكن نقول get about يتحرك بمساعدة ابنه ايضا get at بمعنى ينتقد او يسخر من person he's always getting at her هو دائما ينتقد او يسخر من ها اذا get at ينتقد او يسخر من he's always getting at her get at يصل الى the files are looked up and i can't get at them يعني الملفات مقفلة and i can't get at them ولا يمكنني او لا استطيع ان اصل اليهم اذا get at بمعنى يصل الى get at بمعنى يتعلم to learn يتعلم شي find out يكشف شي ما the truth is sometimes easy to get at الحقيقة احيانا من السهل ان تكشفها او تتعلمها اذا get at بمعنى يتعلم او يكشف the truth is sometimes easy to get at بهذا الشكل ان هنا درسنا هذا اليوم الجزء الثاني من حديثنا على الفعل get اللي حب يرجع الجزء الاول وهذا الجزء الثاني تعلمنا كثير من استخدامات للفعل get كما قلنا كلمة شاعب اللغة الانجليزية اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته